فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالأذان ومن راجح في مسألة التفضيل بين الأذان يقول هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالأذان هذا سبق السؤال سألتم هل الرسول أذان ما أدري ما أدري عن هذا نعم ثم يقول حفظك الله ومن راجح في مسألة التفضيل بين الأذان والإمامة خلاف هل الأذان أفضل أو الإمامة أفضل والظاهر والله أعلم أن الإمامة أفضل نعم لأن الرسول هو الإمام الرسول هو الإمام فدل على أن الإمامة أفضل نعم ولأن الإمام يشترط فيه شروط ليست في المؤذن نعم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فتاوى شرح كتاب العندة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله مرتبة على أبواب فقهية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة